اهلا بكم من جديد في فقرة سهمة وكوس بعد فرحة التتويج بالكاس على كطار الزمالك توجيه بصلته دلوقتي نحو الهدف الاكبر وهو الاحتفاظ بلقب الدوري تسع محطات الوصول لهم للقب رقم 14 في تاريخ نادي الزمالك وكتابة فصل جديد في رواية معجزات تأميتها للمزيد والحديث اكتر عن نادي الزمالك ومباراة سموحة كمان النهاردة ساعدنا نستقبل في الستوديو زملنا المحلل الرياضي المميز الأستاذ أحمد سمير ونورديني أستاذ أحمد بنهورك أستاذ أحمد اللي دايما متقلق ودايما بتتابعك بشغف ربنا يخليك كلمنا في البداية عن فرحة الكاس ومباراة الكاس قبل ما نروح لمباراة سموحة ونشوف معطيات المباراة عملة ازاي بالنسبة لنادي الزمالك ونادي سموحة شوفت مباراة الكاس ازاي ونهاء الكاس ازاي وحصولنا الزمالك على بطولة مهمة من الغريم التقليدي نادي الآن أولا نحب نبدأ ان الاعداد النفسي لمستر فريرا كان باين قوي تأثيره على اللاعبين واضح ان كان فيه بعض الجمل متحفظ بشكل كويس جدا والكورة اللي دخل منها والهدف الاول اللي صنعه بكفاء الجزيرة واضح انها متحفظة اتلعبت مرة واثنين وثلاثة فالراجل باين عليه ان ليه شغل فني وخططي لا ينكره اي احد الميزة في مستر فريرا كمان ان فيه بيبقى واحد من يقولك كترينها الكويس لكن مش كوتش فريرا هو في الاثنين بسم الله ما شاء الله يعني هو مدارك كويس جدا يطور اللاعبه بشكل رهيب فالكاو حتى احد اعظم المهاجمين قال كان ان هو ليه دوت كبير جدا في تطور مسيرته فاحنا شفنا حتى لعبين صعودين زي حسام عبد مجيد كان في بداية صعوده كان بعض الناس متخوفة منه دلوقتي بقى من اللاعبة اللي هي السقل في المعارف وقف على رجليه فده دليل على ان عندنا كوتش قدير انا اتمنى ان بس مستر فريرا ما يبقاش مجرد مدير فني للفريل الاول انا اتمنى ان يبقى يدي محضرات كمان لمدربين الناشئين نستفيد من الخبرات بتاعته ان نبني كوادر جديدة لان مش كل يوم انت تقدر تجيب مدرب بالثقل اللي عندي مستر فريرا فمطش اللي الكاس فكرة عظيمة جدا اللي انت قلتها اتمنى احنا طبعا مش عايزين نشغله اكتر عن الفريل الاول دعمنا الاول والاحيط طبعا اللي هو الفريل الاول يبقى مركز معاه وكل حاجة وطبعا دي فكرة مهمة جدا لكن بعد انتهاء الموسم اكيد اكيد لانه هو فعلا بورفوسير يعني هو وصل لمرحلة نادرة ما بتلاقي مدير فني في مصر بالثقل ده خصوصا يعني الولاية الاولى كلنا كنا معترفين بثقل مصر بس الولاية التانية كلنا تأثرنا باول ليه الحاجة الاولانية انت كنت شغال مع تيم كويس وكان فيه قوام رئيسي دلوقتي جاي في الظروف اصعب ما يقول ففيه مدرب ممكن يشتغل بادوات كويسة واشتغل يعمل بهم شغل كويس لكن انت تشتغل بادوات خلالك انا اسف على قفل كلامك هو فيه مدرب هيقبل بالوضع ده او ما قبلش قول ان هو اتشرح له من طبعا قبيل مرتضى المشرف العام ومن المستشار مرتضى منصور ظروف النادي وان دي المجموعة اللي موجودة عندنا والعيبة غدرت فهو كان ممكن ما يوافقش هو ممكن يوافق ويجي يقولك بس ما تطلبش مني حاجة بالضبط يقولك انا ما تربطنيش بهدف او بتارجت انا خلاص انا همسك الفريق عشان الموسيقى لكن هو بطبيعته هو راجل عنده حتة التحدي عالية جدا عنده اسرار انه يعمل حاجة لنفسه وحاجة لنادي الزمالك اللي هو اتأثر جدا في مسيرته بتولي فريق الزمالك فواضح ده جدا مع فريق الزمالك واضح جدا ان الراجل ابتده يعلي مستوى الوعي التكتيكي اللاضي اللاعبه بطريقة كبيرة جدا شوفنا حتى مثلا كان فيه انتقادات كثيرة جدا على المسلوسي قبل كده بالعكس المسلوسي مستطور الفترة اللي فاتت حتى كان فيه جدل كبير جدا الزمالك في مباراة الاهل كان بيلعب باربعة ولا بتلاتة كان حصل جدل كبير جدا في الكلام ده فهو اساسا كان بيلعب باربعة لكن في حالة الهجوم كان المسلوسي بيثبت فكأنه قلب اتفاع ثالث لكن هو اساسا المسلوسي كان بيلعب زهر ايمن وامامه نمار هو اللي كان الجناح الايمن وزيزه لعيب حر ففي حالة ثابت المسلوسي كان زيزه ونمار بيشكله الجابها اليومنا فكان ده عاملة خلط لبعض الناس حتى الناس كتير اتكلموا ان الزمالك بيلعب باربعة بس زي ما تفتكر كده كان بارشلونة اما كان داني الفس بيطير وابدال هو اللي واقف مرتكز فكان بيبان في الملعب دايما ان فيه تلاتة واقفين فالمسلوسي قدمت دور بشكل كويس جدا احمد فتوح بتادي نشوف يرجع لمستوى المعهود بشكل كبير امام عشور احد اهم اسلحة الزمالك في الفترة الاخيرة لعيب مستقبل مصر في المكان ده حتى احنا سيد نمار بقى رغم ان هو لعب صاعد حديثا بس باين جدا وواضح ان من اللعبة اللي بقى ليهم سقل في الفترة اول حتى سمعنا بعض الانباء ان فيتوريا اتكلم عليه بشكل كويس وكان سأل بردك على ابن شرقي بس سألوله راجل مغربي فده كان شيء اسعدنا جميعا انه ابتدى يعمل هيكل وقام بعد ما كنا بنقول احنا محتاجين فرقة كاملة لا احنا شايفين احنا عايزين نغطي بعض النواقص بس فيه شكل عام للفرقة مقبول انت متصدر الدولي وتاخد كأس مصر رغم الظروف والغيابات والاقافات ده بيدل على ان انت معك مدرب كبير جدا وكوتش رائع بصراحة شفت لاحداث المباراة زي او انا بحب دلم انا شوف تحليلك اللي انت بتنزله على السوشيال ميديا الخاصة بيك شفت المباراة زي تاكتيكيا احنا شفنا اكتر من فرصة او اكتر من جملة بيتم تنفيذها اللي هي الكورة اللي في ظهر المدافعين اللي كان متميز فيها جدا سيف الدين الجزيري قبل خروجه ويمكن فريرة في المؤتمر الصحفي منسيش انه هو يتكلم عن اخطاءه ودي حاجة بصراحة عظيمة جدا فيش حد مدرب في العالم بيعملها انه هو يطلع كسبان البطولة ويطلع في المؤتمر الصحفي يقول انا كنت ممكن اكسب اكتر من كده ولكن عملت تغييرات غلط ايه الجمال ده ايه الرقي ده يعني تصالح مع النفس عشان كده الرجل ده ناجح طبعا بيطبق العدل سيخف نفسه وواصف في نفسه ومش محتاج انه يقول انه اي واحد قابل انه يخطأ فكون انه بعمل كده انا بعد كده حتى لو انتقضت لعيب هقول له انا نفسي انا قلت انه اخطأ انت عايب فيه سلام نفسي مع اللعيب حتى ومع الاجواء مع الجمهور مع الاعلام نروح للجانب التكتيكي شفت المباراة فنيا عامنا زيه خصوصا في بدايتها كانت زمالك مصايتر على كل ارجاء الملع كان فيه اكتر من لعبة انراهن عليها مستر فريرا اللعبة الاولانية كان لزمان توضحت الجزيرة وامتلقاته ما بين الظهير وقلب الدفاع في الاهلي وشوفناها في لعبة الهدف الاول ودي من ضمن الاسباب اللعب بها المسلوسي المسلوسي كان بيلعب ويوقف لان هو بيعمل هو اولا بيشد احمل العب ايد فاحمل العب ايد رضغط عليه نمارة اما يجي يروح فيروح عامين على نمارة على المعلول ففيه مساحة في ظهر معلول كان يما زيزو بيميل عليها يما الجزير بيميل عليها فده كان زكاء انا بعمل حاجة سماء تفوق عدد دي في جبه من الجبهات ميل زيزو على الجبهة دي مع المسلوسي ونمار عمل تفوق عدد في الجبهة دي طيب الاهلي حاول يوازن العدد في الجبهة دي فبعمل حاجة سماء تفوق نوعي اروح عامل عكسية للطرف التاني واحد على واحد مع بن شرقي مش محتاجة شرح شكرا الحمد لله على السلامة فده زكاء مفيش محاولة للمروغة من أشرف معداش هو عايز أقولك أن يعني بيعد بطريقة كمان ممتعة للمشاهد بقى أيا كان بيشجع أني فريق لما يشوف لعيب الكرة سهل في رجله كده والله يتبقى حاجة في كمتة الموت عايق هو مستو يعني مثلا زيزو بيعمل دربلينج بالكرة لأ بين شرقي ياخدك ويروح موقفك على السبتة أو لما تقف خلاص فهو عنده وعي والزكاء بيخلي أي مدافع يخاف أساسا يعملها وده بيديك ميزة تانية كمان إن حتى لو الفرقة المنافسة بتضغط عليك بشكل قوي بتروح كلها من شرقي لفرقة بتوقف الضغط بيوقف وبيديك فرصة تلقوا تنفسد وتبتدي تنقى الكرة بشكل قويس فأنت عملت تفوق عدتي في الجابها اليومنا استغلت استغلية الصغارات ورى خط ظهر الدفاع النادي الأهلي بشكل جاي جدا نفس اللعبة اللي أنت بتقول عليها دي من زيزو برضو نفس الكرة اللي ما بين ما بين المساك والباك وقالب الدفاع الزط فباين أو إنهم هم متحفظة كرة الرجل تلات أربع مرات ازيزو عنده الوعي كمشكل كويس جدا برضو خلي بالك الضغط الكبير مع النتيجة تبقى اتنين خلق اطراب وتوتر عند اللعيبة بتاعتنا وبعدين الكويس إنت كتير بنقول مثلا فيه فرق مثلا بتدافع بس ما بتعرفش تشتغل على التحواليات الهجمية بشكل كويس لأنها مش متحفظة حاجة كون إن مستر فريرا محفظ بس الضبط أما تتضع الكرة هنا هعمل إيه أما هبتدي هنا هعمل إيه ده كان مد الحلول للعيبة إنها تشتغل بشكل كويس وبالعكس رحت واحدة والتانية والتالتة وعملت خطورة جمدة جدا على النادي الألم عملت تفوق عددي في جابها بعد ما الأهل يحاول يغطي التفوق العدد ده عملت تفوق نوعي في النحية التانية بنشاق بشغل واحد على واحد المتميز فيه عندي لعب زي أحمد فتوح الكرة بشوف إن شمام عشور في نص الملعب سوبرمان بيؤدي جميع أدوار لعب الارتكاز ما بين استخلاص للكرة وقطع تمرير ومسندة هجومية ومسندة إحنا حتى نشوف بداية كرة الهدف التاني إمام عشور العمل الأسست للجزيري والجزيري راح فتعامل معه الشناه وبعد كده رجعت استخلاصها بنشرق من ياسر إبراهيم وصنع بيها الهدف فيعني إمام حتى بقى ليه زيادة قوية جدا على المرمى وعلى الأجناب في الزيادة وبيشتغل الأسستات بشكل كويس وبسند الدفاع فبقى من ضمن اللعبة اللي ليهم شكل قوي جدا رغم إن بعض الأنباء كان بتكلم إن إمام عشور ممكن في الفترة كرة دي كمان لا دي دي عايز أقول لك الكرة دي بالذات بقى محيرة يعني الكرة ما تعملها بسبوع رجلك كيفية زي مقولون بوش رجلك الداخلي بتلف وتعمل سكره بس لا الكرة دي نازل زي البسكت يعني رايز نزل موجهة آه فهو وإحنا مش عارفين مشكلة العرضة في إمبارات القمة يعني كنا أمرق إمام الموتش اللي فات وزيزه طبعا في إمبارات القارنة ففي قصة مع العرضة غريبة شوية بس لا شك إن كان إن الزمالك قدم جيم قوي خد المبادرة من ضمن الأسباب برضا كما الأهل اللعب بتالت ارتكاز فد نحية نفسية إن أنا ألقام من الجيم فالزمالك نزل بسقه أقوى الهدف المبكر إدى معلومات أعلى حصل الارتباك رغم إن الأهل بيلعب بتالت ارتكاز بس ما قدرش يمتلك نص المرعب لأن الزمالك كان بيلعب كرة سريعة وسهلة ومباشرة يعني إحنا كتير كنا بنعيب على نادي الزمالك نقول إيه إحنا بطوء أو في الكرة بيمس كرة كتير لأ إن كان بتلعب كرة ومباشرة بتقدر الناس متحفظة أول هم هاخد فين هحط فين بتلعب شكل تكتير كواس جدا الراجل الشرط الأول شاول أكتر من 5-6 مرات على تقارب الخطوط إنه لازم الخطوط كلها تبقى قريبا بعض فده منع الأهل بنتدرك بالكرة بسهولة لأنه إنت عملت له حاجة اسمها فصل بين الخطوط يعني خط الضهر يجيبني فإنت عمل له سترم بينه وبين خط الوسط فده منع كتير الأهل من الاستحواز الشرط التاني يمكن بقى حصل مغامرة هجومية لنادي الأهل وغير التكتك واللعب بندفاع هجومي عالي فأكبرك على الترابع في بعض الأوقات أربعة وخمس لعيبة في منطقة الجزاء في النادي الزمالي ما هي دي بتبقى عاملة مشكلة فأنت تبقى مجبر أنت ترجع بكسافة عددية عشان تقابل الكسافة دي لكن أقدر أقول لك كان بردك معظم الكرات بالونية وتعامل معاه الوينش وأحسام عبد المجيد وأحسام عبد المجيد مفاجئة اللقاء يعني بصراحة أنا نفس بشوفها سخصية كنت تبقى قولي الموش ممكن يبقى تقيل عليه مش عارف إيه والخبرات لقدم بره هيلة بصراحة حتى كان الأول بيبقى مرتبك في بداية الهجمة يبقى يبقى عاعد شوية في القصة دي طبعا زي ما أنت ذكرت قصة الجزيري يعني كانت فرق معانا في التحولات الهجومية لكن إيه السبب تغييره هو كان بيفكر أنه شايف أن الجزيري ما بقاش يضغط أو على الارتكاز بتاع الأهلي بشكل قوي زي الشوت الأول وأنه ده بيعمل زيادة علي من تحت فنزل أوباما اللي هو شايف أنه هو عنده الالتزام بالواجب الدفاعي أكتر بس بقى عندك مشكلة هطلع على الكرة عالميا يعني عندما دم عندي العيب بيلعبه في خط ظهر ورا خط ظهر منافس بشكل كويس ما كانش ينفع طالله طبعا تغيير كمان فتوح للإصابة راجل ما عندهش أي مشكلة حمزة المسلسة باكليفت عنده حلول لكل المواقف الصعبة ما عندهش أي مشكلة بيلعب القلب الدفاع بيلعبه وارتكاز وبيلعب دمار اللي هو كان هوف ليفت لعبه باك رايد وحمزة المسلسة هو باكليفت فما عندهش عنده حلول لكل المواقف ليه؟ هو بيحضر سيناريوهات كتب جدا قبل الموتش فأنت ما بتبقى محضر السيناريوه وما بيحصل بقدر أحل بسرعة أحمد عايزك تقولي لو هو بيحضر فعلا السيناريوهات دي أنت متخيل السيناريو اللي هو محضره لبديب شارعي أنت متخيل إن هو هيعمليه أنا عايز أولك هو قدامه تلات اختيارات كان بيفكر فيهم بس كل اختيار فيه مشكلة يعني كان من ضمن الخيارات المطروحة إمام عشور أساسا أول ما جيه نادي الزمالك لو ناس فكرة كان بيلعب جناح أيضا كان بيلعب حرص الحدود أصلا كمان قوة إمام عشور فوسة الملعب بعد ما بقى ركيزة أساسية لا دي ريسكة عالي جدا وإنت محتاج جدا دلو تلعب السمالة فيه كان برضا في اخترح إن عبدالله جمع يلعب هو الفوق فتوح عبدالله جناح كلاسيك قوي لكن المشكلة إن عبدالله ملتزم أو بالخط يعني إحنا بنشوف ميزة بن شرق إيه بيشارك في صناعة اللعب بيخش مهاجم تاني بيكمل عبدالله لعب كلاسيك واخد الخط كله أعمل كروس بس خلي بالك بتبقى مفيدة جدا مفيدة بس أنا بقى المشكلة ما بسكتب الهجم من ناحية زيزو لا محتاج الهجم يزوق نفسه هو فيه أبوار عبدالله محتاج يشتغل عليه بشكل كويس فيه بعض الاختراحات يسوف أسما نبيه خلي بالك بيلعب الحتة دي كويس جدا شفناها في البنك الآلي شفنا المشوار اللي عمله عنده السرعات اللي تخليه والجرأة كمان اللي تخلينه هو بيجري وبيضم وبيروح وبيعمل أساس بس مشكلة يوسف إنه اعتمال رئيسه على السرعات فأنت ما تلاقي فرأة زي الجيش وزي فارقه وده إنها كلها نزلة من تحت فما عندهش المهارة اللي في المساحات الدايئة يعني هو ينفع أكتر في المطشات اللي فيها تحولات مطش زي فيوتشار مطش زي بيرامدز اللي فيه مساحات فقدر أخذ المساح لكن المطشات المقفولة قوي ما عندهش قوي قصة الحلول في المساحات الصغيرة فأنا أتوقع كمان إن هو الراجل هيشتغل كل مطش مين اللي يناسب ليه أكتر بحيث ان تكتك لأن الراجل عنده من المرونة إن يقدر يشتغل الحتة دي بشكل كويس جدا قيمة مباراتنا لذا مالك أمام ما سموحها يعني خرج منها أمام عشور للإيقاف وتقريبا هي نفس قيمة مبارات اللي قيمة في نهاية الكاس اللي فاتت بس سيف اللي أضاف لنا رجوع سيف أه شايف طبعا سيف فاروق راجع من الإصابة إن شاء الله ممكن نشارك بالنسبة يعني بالنسبة مش قليل شايف القيمة المبارات وشايف داخل مطش مط صعب جدا أمام سموحها خلي بقيلك كمان سموحها تغلب على الناد الأهلي مش كده وبس لا ده تغلب على ناد زمالك في الدور الأول فعايزين برضو نشوف كيف يلاقي فريرة أفكار المدير الفاني كابتن عبد الحميد باسيوني طبعا كان أول مشكلة بالنسبة لمستر فريرة تواصل الأفراح بالنسبة للعبين فانا زي خرجت من الجو الاحتفالات ونخش معطارك جديد دي كانت مهمة نفسية مهمة لمستر فريرة كانت أول حاجة على فكرة أنه هو تاني يمكن فيه تدريب وده جميل يعني أننا ما خليش اللعيب يفصل عن الجو بتاع المنافسات الحاجة التانية النزام حدق بتقول كابتن عبد الحميد باسيوني من ضمن المدربين اللي عندهم مرونة تكتكاي وبيعرف يتعامل مع الجيم كويس جدا كوتش كويس فإن أنا أتعامل معه بشكل إزاي إن أنا أمسك كرة وهاجم وفي نفس الوقت إزاي أعمل حساب التحولات في حاجة في الكرة اسمها الرقابة الوقائية يعني وأنا بهاجم إزاي أعمل برسة على المهاجم عشان ما يطلعش عليه الكرة بتاع المنافس الكلام ده كله السموحة عندها لعبة خفيفة عبدويا مثلا عبد الكبير الوادي من ضمن اللعبة كويسة جدا في واحد على واحد بيعمل التحولات بشكل كويس مرون طبعا النهاردة عايز يزبط حقية وعايز يرجع بشكل قوي عشان يزبط نفسه للرجوع اللي قرع على البيضاء وطبعا بينافس على هداف الدوري مع عزيزو وأحد اللاعبين اللي عليهم دلوقتي يزبط جامد جدا في الدوري المصري اللازم يبقى عليه رقابة قوية جدا طبعا مشكلة بن شرقي أنا متوقع إن النهاردة أوباما هيشارك هل بقى أوباما هيشارك جناح أيصا صريح أو هل ممكن تنقل زيزو نحي الشمال أوباما هو اللي بقى لعب حر تحت الجزيرة بس أعتقد صعب إنه يلعب أوباما جناح الموضوع هيبقى صعب عليه لأن إمكانيات أوباما بتبقى في نص الملعب تحت راسين الحربة في الفرود الوهمي هو بيقدر يعمل حتة دي لكن حتة الخط دي صعبة شوية لكن هو ممكن لعباله عشان يقوم بالدور التامة إنه نبني بنحل يبين أوباما يخش فرود عكسي بس أنا كده هفقد مفتاح لعب من ناحة الشمال يبقى نزل الليل فعيانا ممكن يديني الحال لكن أقولك ده حل مطروح فعلا للجهاز أو زيما أنت بتقول فممكن زيزو هو اللي يتنقل شمال أوباما هو اللي يبقى شادو سترايكر فيشتغل في حتة المهاجم الوهمي أو المهاجم المتأخر للنادي الزمالك خيار عبدالله جمعة فوق فتوح خيار مطروح برضك ولو أني لسه فيه ألا حتة فتوح والوينش والمشاركة ولا حافظ عليهم ولا لأ لسه فيها كلام يعني خصوصا بعد عودة محمود علاء وخلاص انتظامه في التدريبات وجهزية عبدالله جمعة فالرجل هو لسه بيعمل المؤامات يعني أنا عايز أقولك التشكيل أنا أتوقع مش هيتعين غير في اللحظات الأخيرة لأنه هو لسه بيعمل المؤامات ومش بيفكر بس في التشكيل الأساسي لا بيفكر أنا حتى الأوراق عندي في الدكة أستغلها إزاي وأقدر أقلي بها الجميع إحنا شفنا المباراة اللي فاتت كلنا كنا منتظرين نزول الشيكابالة الشرط التالي لا الشيكابالة ما نزلتش خادص المطش ليه أحداث المطش ما ساعدتش إن الشيكابالة ينزلوا ما عندوش مشكلة في الكلام ده كده فأعتقد إن الشيكابالة كمان لفترة الجاية هيبقى ليه دور كبير جدا وبنشوف الدور الأول كتير مباراة حسامها بالسروهات اللي بيوصل للناس بسهولة الموسم اللي فات دور الموسم اللي فات طبعا لعب كتير في مركز عشرة ما عايز زورك الشيكابالة دلوقتي وصل لما حدته النطب الكاروي يعني الشيكابالة كان فيه وقت معين عايز يعمل شغل بتاعه زمان هو أعمل سبرينت وأعاد من واحد واثنين لا دلوقتي عارف ألعب في مربعات فين وأقدر حط الكرة إزاي فبقى حتى محدش فينا حسس إن الشيكابالة عنده مشكلة في عنصر السن ليه؟ لقى اكتسب النطب الكاروي كان زمان بردك نشوفه متغير الشيكابالة مكتسب النطب الكاروي ده تقريبا من 2005 لا هو شايل الفرقة كلها على كده هو كان فيه موهبة بس النطب يعني كنت زمان نشوفه مثلا هو بدت ليه زعلان لا دلوقتي أهم حاجة مش لحد الفرقة فيه حاجات طبعا سفيه نطب وصل لما هو بقى عارف يعني ايه هو قائد نادي الزمالك هو اللي بيلمي الفرقة شفنا اللقطة بتاعته بعد مباراة وياخد محمود علاء للجمهور كل دي حاجات اكتسبها الشيكابالة وبقى فعلا قائد الفرقة القائد دايما مش شهرة بس بقى هو عنده حتة إنه يخلي أي من حفنه هو اللي يستلم الكاس فبقى يراعي لنواحي النفسية جامد للفرقة هو خلي بالك في الحتة أنا مش عايز بقى يعني شيكابالة يا جماعة هو كده هو شخص طيب وشخص طول عمره وكده خلي بالك هو أصبح لا يعير اهتمام ولا يلتفت يعني إن صح التعبير يعني هو بقى ما يهتمش بأي حاجة تتقال في الفترة الأخيرة بقى له موسم ونصه ماشي بصراحة في الحتة اللي انت بتقول عليها بقى لكنه هو إشكابالة طول عمره شخص طيب شخص شايف زميله جدا بيتكلم في حقوق زميله خارج الملعب عشان كده اللعيب عارفة إمته وبيقدره كلمته بشكل كبير جدا داخل الملعب كارزمة القيادة بقى هي هي اللي ديته السقل الفني ده طبعا إحنا من الشخصيات والنماذج طبعا اللي مش عايزين ينسها اللي هي غابة الفترة الأخيرة محمد عبشافي محمد عبشافي قيمة كبيرة جدا في نهاية زمالك وبرضا بعنصر السن بننسى معها تماما يعني أنت مجرد بزول عبشافي الملعب بتستمتع بالسهولة السهل الممتنع وبداية الهجمة بشكل صحيح والإخلاص والتفاني للفنين من غير أي تصرحات ومن غير دخول في مجال الإعلام فالزمالك هيحاول على قد ما يقدر يستغل الأوراق اللي معا بشكل جيد شايف الزمالك يبدأ بمن عرضه شايف تشكيل من وجهة نظرك تشكيل متوقع لهذه المباراة زمالك سموح يعني بإذن الله طبعا عواد فوقي بردك الوينش وحسام عبد مجيد باكرايت حمزة المسلوسي باكليفت أحمد فتوح بإذن الله يعني لو سليم اتنين في نص الملعب محمد عبدالغاني وروقة نيمور هيبقى بردك هاف رايت هاف ليفت يعني أميل أكتر لعبدالله جمعة زيزو طبعا هيبقى بردك تحت الفيرويد اللي هو إجزيري التركة الوحيدة هي اللي ممكن نحصل بلقولك ممكن تبقى موضوع عبدالله يعني عبدالله جمعة هو اللي ممكن حتة المشاركته ولا حتة أوباما اللي يلعب مكانه هي دي اللي ممكن يبقى فيها ايه القصة يعني لكن غير كده تشكيل شبه سابد مش هيغيره حاجة غير مثلا لو حسنا مثلا الوينش لا الإصابة لسه مسماعة معايا لا فتوح لسه مش جاهز لكن كنحية الاستقرار فني أعتقد أنه ما فيش خلاف على المجموع الرئيسية كيف يواجه الأفكار الهجومية ليه عبدالحميد بسيوني فريرة هيواجه النهار ده فريق عنده ناجعة هجومية فريق يعرف يسجل هدف والتاني والتالت إزاي واجه ده النهار هو أولا من ضمن الحاجات اللي بقولك مستر فريرة بيحب يركز فيها حتة سبات المسلوسي أولا عب كبير الوادي زي ما احنا قلناها لعيب مهاري ولعيب بيع في عدي واحد على واحد بشكل كويس وبيعمل تحولاته لجومية فسابات المسلوس هيديك طمأنينة شوية نزول كتير عبغاني مع خط الظهر يعني وهي دي من ضمن الأسباب اللي خلت مستر فريرة بيلعب عبغاني في الحتة دي ستة إنه هو يبقى أحماية الخط الظهر ويبقى عطول فوق الأربعة عبغاني أدى فيها بشكل كويس ومقنع يمكن إحنا اتفاجئنا به شوية يعني صحيح إنه مش هيقدي بالشكل ده كل توقع خلي بالك حتة إن فريرة موجود فهو بيحفظ اللعيب المكان والمركز بحزافيره بيخلي اللعيب ما يتوهش بقى في التمركز يعني واحد اللعيب بيلعب مساك يلعب لعيب ارتكاز أي حد فينا هتخيل إن اللعيب هيتوه شوية هيرجع كذا مرة أو هيرجع أكتر من مرة طوال المباراة مثلا تلاقي شارد من تفاصيل المكان اللي هو بيلعب فيه لكن فريرة عالي في يخلق دي عنده أكتر من اللعيب خصوصا كمان نمار نفس الكلام بيلعب هافليفت بيلعب باكرايت حافظ مركز الباكرايت بيلعب هافر الرايت بيحفظ مركز الهافرايت فدي حاجة مميزة جدا هيا المرونة وفريق المنظومة انت بتعتمدش على أفراد انت بتعتمد على منظومة متكاملة كله يقدر ينفذ اللي مطلوب منه من فراره يعني رؤية جميلة جدا انت بتطرحها وكلنا متفقين معاك فيها تماما أنا يمكن شايف البس اللي هنفتقده أمام عشور حتة الضغط على الخصم احنا هيبقى عندنا فيها مشكلة شوية لأن رؤة مش من ضمن اللعيبة ما هيشتغل في مركز 8 وإن أنا هعمل برس من بدري والكلام ده وعنغينا هيبقى فوق الأربعة فهنعاني شوية في قصة الضغط على الخصم الأدوات ما عندناش دلوقتي الأدوات اللي عندها قوة أو في الضغط على الخصم فأتوقع أن أول ما هتفقد الكورة هحاول أجيبها لما استرجعت سوى على طول هرجاء أعمل بلوك المتوسط وهدايق الخطوط هعتمد أن أنا ما عنديش لعب قوي أو في الاستخلاص بس تقارب الخطوط هيمكنني أن أنا قدر أستخلص الكورة أتمنى سيف الدين الجزيري يواصل مسير التقلقه لأنه هو إدى ثقة للزمالك في الفترة الأخيرة وفارق جدا معنا خصوصا بابتعاد عمر السعيد عن القايم احنا ما فيش مهاجمين صرحة سعاد بيوظف طبعا أوباما كفيرود لكن هو بيتمتعش بنفس الكفاءة اللي بيتمتع بها سيف الدين الجزيري شايف زيزو المصرين الأخرانيين ابتدى يعود لمستوى المعهود وبعدين زيزو عنده قصة غريبة كده شوية زيزو تحس ماشي عكس الفرقة فرقة ما تبقى الكيرف وكله نازل هو يفوق فرقة ما كلها تبقى شغال يعني لكن هو ما يبقاش بنفس القوة ليه؟ لأنه هو العب بيحب تجيله الكرة كتير ويعمل انطلقات كتير لكن شغل المنظومة كتير وكرة باس كتير لا هو بيحب الكرة تحت لجله كتير فزيزو أتوقع هيبقى ليه تأثير بعد رحيل بن شرقي وهيبقى أحد أهم من مفاتيح اللعب هو ليه تأثير من بداية المرسم صراحة من ساعة لجي ناري الزمالك زيزو من اللعيبة حتى آخر مباراة شفت المباراة بصراحة عمل تحركات كتير جدا هو وأشرف وباقي اللعيبة كان لعيبة كلها رجالة لكن زيزو دايما دينامو في الحتة دي هو بس ملعب وقتا ما انت لعبت في 3-4-3 فما كان زيزو بيلعب جناح آآ أيمن وكالمفروض يضم الجوه في 3-4-3 بما كانش هو ده هايما تعود ان استلم وشه للملعب وهروح بوشي فإن أنا استلم بضاهري ويبقى في ضغط قعد ماتشين 3 كان آآ خارج الفورمة شوية والتوظيفات كان لسه مش عشان كده زيزو اتغير توظيفه في آخر مباراتين من مستر فريلا ودي بقى الرؤية يعني أنا ما عنديش بقى عندي لا إنت لازم تلعب في الحتة لا ما عنديش لعب يقدر يعمل المقاومات دي بروح مستغله بشكل تاني أخوى وده زكاء فعلا ما شوف من مستر فريلا زي بقوله سعلم مش مش مجرد مدير فريلا يعني عنده دهاء السعلم يعني فطبعا مبارات النهاردة مباراة مهمة جدا انت تاخد فيها المبارات طبعا انت تأكيدا على موصلة مشوارك تأكيدا ان انت ماشي في الطريق الصحيح الغيابات بتباين انت بتقول ما عنديش مشكلة في الغيابات احنا اسمعنا اساسا بعض الأقويل اللي تقالت ان كان طريق حامد وابو جبل طلب المشاركة قبل نهاء الكاس ومستر فريلا أصر ان هو هيمشي على نفس النظام وقال انا حتى لو هفوز بيهم بالكاس بس هخسر منظومة الفريق وانا مش عايز ده انا هم حاجة عندي منظومة الفريق فهو العدل اللي انضباط للتزام ده كمان لا اكيدوا مبارح اكيدوا مبارح امير مرتضى منصور مشرف العامة على الكورة وقال مبارح ان هم تركوا الكورة لصاحب القرار في الكورة يعني المدير الفني قالوا له ده اللعيب دلوقتي عايز تستخدمه استخدمه مش مشكلة هو مكمل معانا لحد الوقت الفلاني فهو قال لهم لا انا حافظ على منظومة حافظ على فرص اللعيبة انا مكسبش اتنين لعيبة في فترة قليلة واخسر بقية اللعيبة فهو راهن وراهن هو اللي كان كسبان وده بيعمل حاجات كويسة جدا في الفرقة انت اللعيبة اما كل اللعيبة بيحس ان في عدل في الفرقة وما فيش حتة ان فيه نجم وان كده كده هيلعب وان انا عشان محتاجه هلعبه حتى لو عمل المشكلة فبيرسل عدل فبيخلي كله منضبط وكله مركز ورجع الوحدة في الفريق بشكل كويس وما بيبصش على تحت الرجل بس ان انا اخذ البطولة وخلاص لا انا بابني مشروع بشكل كويس جدا بابني قواعد فراجل الشغل من نحية نفسية نحية فنية ككوتش بشكل عالي جدا خلينا نكون منطقين هو السبب الرئيسي في طفرة نادي الزمالك الفترة الاخيرة بما يملكه من مشاكل في السكواد وعدم تعقدات لإيقاف القيد ميستر فريرا هو بطل الموسم بغض النظر عن فوزنا بالدوري من عدمه اللي بإذن الله ان شاء الله هناخده لكن ايا كانت النتيجة هو بطل الموسم بلا شك في نادي الزمالك ثلاث موشات مهمين جدا شايف ماذا يعنوا لنادي الزمالك سموحة بوابة بيرامدز بوابة الدوري لأن يعني بيرامدز منافس مباشر فلا شك ان هو وبعدين انت لو تشوف ترتيب الفرق انت بتتكلم في ثالث فرق عندها نحية وجومية بشكل كويس جدا اختبارات هتبقى قوية جدا بالنسبة لك فانا شايف هم محطة الخروج للدوري ابتدى بقى احسب انا لو مش هقدر اخدت تسعة بونط على القال ما فقيتش اكتر من اتنين بونط في التلات مباراة دي لأن خلينا منطقيين مبدأ ان انا كده كده لازم اكسب كله ده مش فكورة لكن حيث التقبل السيناريو الافضل بالنسبة لي ايه قادر اعدي ايه ما يبقاش ان انا احضر نفس ان انا عطول هفوز فلو تعليلت يحصل الهزة يعني لو نفتكر الماتشين احنا ماتش ام بي وماتش الجيش حصلت الهزة عشان انت خسرت الماتش وانت مكنتش مهيئ نفسيا ان انت مكنت تخسر لا انا يبقى عندي حتى ان انا كده قادر اتجاوز ازاي اي نتيجة ممكن تبقى مش ايجابية مش نهاية الكون مثلا لو تعليلت في مباراة المهمة ارجعتلي المنافسة وقوة وانا لسه متصدر السيقة دي اعتقد المسترديرينا الخبير والمفسير اقدر ينفزها بشكل كويس كابتان احمد شرفتنا ونورتنا بنورة احمد دائما مستمتع باللقاء معك صديق واعلامي مميز بنا يخليك انتهت فقرتنا فقرة سامو وقوزكا معنا المحلل الرياضي المميز الاساس احمد سامير خلصت حلقتنا من نهارك ابيض على امل لقاء ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة من نهارك ابيض الى اللقاء